أنا كنت في التعليم والله أستاذة؟ أه كنت في التعليم وعملت خدمت في التعليم الأولي وخدمت في التربية غير نظامية ومؤثرة تربوية مع العمل المباشر في الشابيبه ورياضة وعملت المباراة كثيرة ورجعتني خدمة في الجامعة في منطقة مني أحمد وأصلا عندي الباك وعندي شواهد معادلة عندي تقنين متخصصين في الفلاحة نقول لك عندي تأثير مؤثرة تربوية قلت ليستية عاد مين قلست ومين الظروف كانت الظروف صراحة لبشيت حتى عودت لك إليها طويلة صناب حار صافي وهذا الشي هذا كامل توقفت يعني توقفت حياتي واحد لخمس سنين من بعد أجزواج تيالي وقلست ومن بعد بقيت قاية ساحات فطنت فطنت قلت هاد شي يعني قزلي من يدي وعملت أولادي وما عندي شي الوقت باش نبدأ يعني عاود مزيره بدلت قلت هلاش ما نعمل شي مثلا أنا ندخلت غير من الحلاقة وماش من تخصص شي منا مران تخصص في شي حاجات كذا ده هيمني وده هيم البنات في حالي ونساب حالي عميت حلاقة والتجميل خضيت ديبلوم ده حلاقة والتجميل أبديت كان عملها إذا غير في الطار ديالي وصافي إذا أولا كان شي واحدة مشاحة الطار ومشاعرس كان عملها وعاود هذا الوقت تبدل رجعت للاستيستيك يعني للاستيستيك تختص في جمال المرأة في ضفرانة في حجبانة في الجسد دياله المساج ومساج عجبني بزف من كده بشيالك ومساج يعني شي حاجة إنا مساج مختصة في الغلالكسيون شي تصور قاسح أي كليانة وش النخصة أنا جميع أنواع المساج كان عمله يعني من المرأة من الدقة في صحتها من المرأة اللي بقجون من المرأة اللي عاد ولدها من المرأة اللي حملة إذا هاد الحرفه الآن فيها شوية البراكة ما كدكون البراكة ما كدكون الحركة كدكون البراكة ما كدكون شي الحركة ما كدكون شي البراكة يعني خدمتي غاضي تخلص ما خدمتي شي بعد تخلص كون البديل ما خممتيش أنك الآن دبنتي تتشتغلين في هذا الفضاء تدري فضاء ديالك أو تدري المنتوجات بحكمتي قريتي الفلاحة تخرجي العشوب وهذا اللجة هذا هو السر اللي كان أقول لك أنا كيعجبني الفاترة الأخيرة أعجبني لأنه حمق على الأعشاب الطبيعية جد مفيدة مفيدة بزاف بزاف حيث الناس يجو بعاد ويطلعون جبل تم كيسكنوا بالشهورة كي يحبطوا شيئ ما نقول لك شيء بالأعشاب لدينا العشاب رائعين في منطقات شيئ شاون موسيقى